سيد محمد دور الحكومة نحن نعرض جيدا حكومة الوحيدة الوطنية لا تملك سيطرة على الأراضي الليبية بالكامل هي لا تسيطر إلا على ما يقل عن ثلث مساحة ليبيا ممكن ربع مساحة ليبيا فقط المنطقة الشرقية خارج سيطرة حكومة الوحيدة الوطنية من سرد حتى الحدود المصرية لا تملك أي سيطرة على هذه المناطق ولذلك كل ما تستطيع أن تفعله حكومة الوحيدة الوطنية هي ربما شكاوى تقدم للمجتمع الدولي المتحدة وهذا لن يحدث إلا إذا كان هناك فعل إذا كان هناك تنفيذ على حد الآن هناك تصريحات من الحكومة المصرية ربما كان ينبغي على وزارة الخارجية للتابعة للحكومة الوحيدة الوطنية أن تحتج لدى وزارة الخارجية المصرية على هذه التصريحات التي صرح بها وزير النقل ربما هذا صحيح يعتبر تقصير من وزارة الخارجية ولكن إلى حد هذه اللحظة ليس هناك أي تنفيذ يعني ما فيش تنفيذ على الأرض لذلك لا تستطيع أن تتقدم بشكوى إذا كان وزير النقل ليس لديه علم بالموضوع المصريين تحدثوا عن بناء خط من ليبيا إلى مصر لكن لم يتحدث مع من أبرم المتفاق أنا أعتقد لو كان هذا الأمر مع السعودية أعتقد أن الحكومة السعودية ستظهر مباشرة في موقف رسمي وتقول بأن اللي صار كذا كذا أو تنفي وتحتج وممكن حتى يوصل الموضوع إلى مشكلة حقيقية في العلاقات بين البلدين عندنا مجلس رئاسي يمارس من المفترض أعمال السيادة في الدولة حكومة هي الجانب الذي يؤمن تروات المواطنين ويقسمها ويوزحها بينهم بشكل عادل وينظم الحياة في البلاد صمت تام هذا ألا يمكن أن يكون تواطئ ممكن يكون في اتفاق بس مش تحشمين فيه مش قادرين يعلنوا عليه هذه وجهة نظر أخرى موجودة في الشارع أنا لا أبرر هذا التقصير أستاذ محمد ما تفهمنيش غلط أنا سؤالي هل يمكن أن يكون تواطئ لكن الأمر ليس لأول نعم لا يوجد توافق لأنه الآن أنت عندك حوالي خمسين ألف جندي مصري موجودين في درنا لم يدخلوا بتوافق مع المجلس الرئاسي أو الحكومة لكن المجلس الرئاسي لم يتخذ أي موقف ضد هؤلاء وحدة وطنية ومجلس الرئاسي غير معترف بهم غير معترف بهم من قبل الحكومة المصرية أنت شاهدت حتى في اجتماعات الجامعة العربية كان مندوب الحكومة الوحيدة الوطنية غير مرحب به في هذه الاجتماعات وأنت سمع لألك شاهدت السجال الذي حدث بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزيرة الخارجية الليبية عندما رفض أن يسمح لها بترأس اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية أعتقد بأن مصر لا تعترف بحكومة الوحيدة الوطنية ولا تنتظر من حكومة الوحيدة الوطنية أن تسمح لها بإدخال جيوش أو لا تدخل صحيح أنا أتفق معك أن هناك تقصير من حكومة الوحيدة الوطنية ومن المجلس الرئاسي للرد على هذا الانتهاك الصريح للسيادة الليبية سواء كان إدخال عساكر مصريين إلى ليبيا بدون أخذ يعني إذن من أو بدون دعوة من السلطات الشرعية الليبية أو سواء الحديث على استثمار نفط الليبي أو أي تدخل آخر في السيادة الليبية هذا الأمر انتقاص من السيادة ومطالبين من الحكومة الوحيدة الوطنية والمجلس الرئاسي أن يكون ما هو موقف من هذا الأمر